الأحوال الجوية برعاية كليك بروموسيون على السواحل الوسطى حتى على السواحل الشرقية من الوطن لكن السماء تبقى مغشات جزئيا وذلك على المدن الداخلية الوسطى وشرقية حتى على المدن الداخلية السماء ستبقى من مشمسة إلى قليلة السحب بالمدن الجنوبية مع رياح تكون معتدلة لكامل التراب الوطني فيما يخص درجات الحرارة خلال صباحات يوم الجمعة بحول الانسجل 12 درجة بجزاء العاصمة وعنها 10 درجات على الصيف بورج بوري ريج 11 درجة على منطقة الجلفة الغواطة بسا سكيدا حتى على قسنطينا 13 درجة نسجلها على تلمسان 14 درجة على وهران مستغنم حتى على منطقة تيرت 21 درجة بغرداية 23 درجة على ورقلا وحيسم 18 بمنطقة واتسو 24 درجة على منطقة أدرار 17 درجة نسجلها على كل من تين دوف حتى على بشار بما يخص درجات الحرارة المسجلة لظاهرة يوم الجمعة بحول الانسجل 23 درجة على كل من تلمسان حتى على وهران مستغنم 22 درجة بالجزاء العاصمة سطيف بورج بوري ريج 27 درجة على الجلفة 19 درجة نسجلها بمنطقة عنابة 18 على تبسا 34 درجة بوجس 33 درجة على غرداية 37 درجة على ورقلا حاسم سعود نسجل 45 درجة كأهلا مقياس على إليزي جانات بورج بج مختار وعنقزام 37 درجة بتمرس 42 درجة على منطقة أدرار حالة البحر اليوم الجمعة بحول لا سيكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحل حركات الرياح تكون مختلفة الاتجاه سرعتها قد تصل إلى 30 كم في ساعة على سواحل الشرقية وتصل إلى 20 كم في الساعة على سواحل الوسطى وتتروح ما بين 15 إلى 25 كم في الساعة على سواحل الغربية فيما يخص توقعاتنا لأحوال الطقس خلال الأيام القليلة القادمة بحول لا سيكون ربما اضطراب جوي يوم السبت والأحد بحول لا احتمال لتساقط بعض الأمطار خلال الصبيحة درجات الحرارة الدنيا تتروح ما بين 8 إلى 11 درجة مئوية أما القصوى فتتروح ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية يعود الاستقرار الجوي يوم الاثنين بحول لا درجات الحرارة الدنيا تصل إلى 7 درجات أما القصوى فتصل إلى 21 درجة مئوية شهدين الكرام نختم نشرتنا الجوية كالعادة بالمعلومات الفلكية لوقت شروق وغروب الشمس ليوم الجمعة 29 من عبريل 2016 بالجزاء العاصمة وضواحها كان هذا كل ما لدينا لحدثة عام شهدين نشكركم على كرام الإصغاء والمتابعة في أمان الله الأحوال الجوية برعاية كليك بروموشيون